السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه 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 دوشكني. الحمد لله وبسعادها يا خليل السلام علي المساء. ها? احرام الحديث الرسول الله صلى الله وسلم اللي عدد نضرب احدكم بميكة الفراسي خير من انه مرأة لا تحيل له. ها? الحديث ده اخدوني فوق فيه ورفعه. معقل ابن يسر عن رسول الله ومعقل ابن يسر من قوله. والسؤال. اه قال ابن عباس في قوليه على ولم ينصقني بشع. المس بمعنى الجماع. صح. انت عرفت الاول لان قلت لك رؤيا مرة مرفوعا على عن معقل ابن يسر عن رسول الله ومرة من كلام معقل ابن يسر. بغض النظر عن هذا الذي أوردت عليه الإحتمالية عيشة تقول ما مست يده رسول الله يد امرأة قط وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأصافح النساء ده واحدة مجنونة يا عم الشيخ تخذ بيد الرسول هكذا وتمشي مجنونة كانت في عقلها شيء في رواية أخرى عامة في رواية أخرى عامة ما يستلزم مصافحة واحدة امرأة جاد كبيرة سنة خدتك من المشادي مش هتب فاك الأسد سيبي مش هتعمل كده فلو كل مقام المقاله ماشي إذا السلام على النساء إذا كان من باب الأخذ بعقل ضراري ضراري بس يعني تصفح البنت الحلاوة اللي معاك كلية تموظف ولا بشغل إيه لا أنا تنصف طالب الله بس يعني أنت طالب في زميلة لك عايز كل يوم تصفحه وتسلم علاه وانت سامة وضحك أو حسنا حضرتك الموقف بس اللي أصلي يعني إحنا بزاعة قرعوية وكده يعني أنا نصف طالب في تسوط سنواتي ونوانا ظهير لسه في من قبل أن أولد يعني نصف طالب يقدرون الصوديان يعني أحد المساء اللي عندها عاربين سنة ممكن تقول الحضن أو تبوط أو حاجة زي كده تاخدك بالحضن تعايز يعني تمشي لعدده انت كم سنة وهي كم سنة اللي تاخدك بالحضن دي تاخدك بالحضن وانت يعني في ثلاث سنين أربع سنين تعايح حمادة وتاخدك حضن وبس يا حمادة الآن انت بقيت يعني مراهق عشرين سنة وهي مسلاًا اربعين سنة تاخدك بالحضن يا حمادة في الشارع انا بسألك دا بيحصل في البلاد الارياف محترمين شوية مش كده يعني هم محترمين بكلهم عدد الأقارب يعني فأنا بسألهم من باب دفعها عني يعني وطول ياري حتى ادفعها عني على كل ان انت عريف تختار قاعد التخفى الضرررية مع السلامة حط شيئك وماش على يدك وخلصنا الدور يا حمادة شكرا 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 شكرا